ما حصل على لوحة المفاتيح هذه ليست خربطة من نفس الشركة لماذا الـ RE مع كويسين؟ سأعطيكم السالفة ولكن أولاً، دعني أعرفكم على هذا الجهاز الجديد الذي أصلاً جاء من هذه القوارير وجاء من المواد البلاستيكية المختلفة هذا هو الـ Acer Aspire Vero 14 إنش AV14-5i نعم، هذا الجهاز اسمه رائع وبصراحة، مواد التصنيع هي الأرض لأن هذا الجهاز يوجد بلاستيك مع التدوير ولكن دعني أولاً أركز على تفاصيله فالشاشة تأتي بحجم 14 إنش نوع الشاشة LED IPS بأبعاد 1920x1080 فل اتش دي تمتلك 157 بيكسل لاحظين الآن، نستعر معك 157 بيكسل لكل إنش والأبعاد 16 على 9 تغطي هذه الأبعاد تقريباً 95% من نفس الشاشة مع التدرج اللوني للـ sRGB وتدعم تردد الـ 60 هرتز والسطوع نتز حقها يوصل إلى 305 أكيد نتكلم على الشاشة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 99% فهذه يمكن إعادة تدويرها ولكن لسه هناك شيء بإعادة بلاستيك هنا ترى ليس بلاستيك منتج لا بلاستيك مع التدويره المحرك في هذا الجهاز هو معالج انتل i7 الجيل الـ 12 فهو الـ 1255 نيو ونتكلم على 10 أنوية و 12 خط في جيك بنش لما اختبرناه أعطانا 1675 نقطة للنواة الواحدة و 6370 نقطة في الأنوية المتعددة وعندكم معالجة داخلية انتل آيريس Xe Graphics ونتكلم على 17903 نقاط الذاكرة الداخلية في الجهاز 16 جيجا بايت من نوع DDR4 والتخزين 512 جيجا بايت من نوع M.2 فهيكون سريع من ناحية الإقلاع والتشغيل وأيضاً أمور أخرى نظام التشغيل هو Windows 11 Home نسخة 64 بيت الآن أجل إعادة التصنيع الذي موجود في الجهاز فالهيكل الخالجي للجهاز مصنوع من مواد بلاستيكية مع تدويرها بنسبة 30% التصميم أنيق في سماكة تعطي عتات جيد والبراند محفور بشكل كامل على الجهاز فنعرف أن الجهاز يوجد بلاستيك مع تدويره ونعرف أن لوحة المفاتيح المريحة والإضاءة خلفية ويوجد زرين غلطة التي أردتكم في البداية قبل أن أضع تفسيرهم، يجب أن نقول أن نفس لوحة المفاتيح بلاستيك مع تدويره بنسبة 50% الـ R والـ E المعكوسة لجذب الإنتباه لموضوع إعادة التدوير Recycling فلنتكلم على Recycled بلاستيك في الجهاز الجهاز هذا هو Aspire Vero مصنوع من البلاستيك مع تدويره بعد الاستهلاك، ليس الجديد وأيضاً عندما صنع، وضحوا أنه قابلية إعادة التدوير جداً عالية الجهاز هذا المفروض أنه صديق للبيئة ونبدأ أن نرى أجهزة أكثر موجودة في الكوكب تذكرون؟ فارد مايكروسوفت كان معاد تدويرها، موجود فيديوها في القناة عندي دعونا الآن أرجع لخصائص الجهاز فنفس لوحة اللمسة الموجودة هي رائعة، كويسة، حجمها مقبول، تدعم جميع الإيماءات ويندوز فيها قابلية التخصيص بشكل جيد ولكن فيها ماسح بصمة وهذا الأمر جداً جيد ويضيف أمان على الجهاز الجهاز لا يوجد ميزة الويندوز ولكنه لا يوجد حساسات أمامية ولكن هناك كاميرا تصور بدقة 1080P وبالجودة J البطارية 10 ساعات مع الاستخدام المتوسط من ناحية الفيديو و11 ساعة من ناحية التصفح حسب الاستخدام المتوسط سرعة الشحن 65 واط ويأتي مع الجهاز نفس الشاحن الأساسي يأتي منفذين USB-A من إصدار الـ 3.2 ومنفذ USB-C Thunderbolt 4 لماذا؟ لأن تستخدموا شاشات خارجية وسرعة نقل ملفات عالية وغيرها أعجبني عندما يضع الشركات منفذ HDMI بحجمه الكامل يقلل من مسألة التوتر والأثور على سلاك تدعم وهناك منفذ أوريو جاك 3.5 للصوت والمايكروفون الجهاز في الواي فاي إصدار الـ 6E والبلوتوث 5.2 مكبرات الصوت ستيريو وإصدار أداء جيد جداً وفيها مايكروفونات مدبلة لأن الصوت يكون منقم من نفس إصدار ويعطي استخدام جيد من ناحة الاجتماعات الجهاز وزنه حوالي 1.5 كيلو يأتي بنسخته يا معالج الآي فايف يا معالج الآي سابن في يوم أخذته الآي فايف سيبدأ السعر من 3399 ريال وبيرتفع إلى حوالي 4000 ريال مع نسخة الآي سابن الجهاز نوعاً ما تشعرونه موجه للطلاب وبالتأكيد سيستفيدوا منه كونه استثمار جيد المواد تجعله أسهل في التنقل ولكن يريد أن تحافظوا عليه بشكل جيد الجهاز من مزايا صديق للبيئة أداء جيد الكاميرا حقته تعتبر جيداً لأجتماعاته لهذه الفئة لوحة المفاتيح مريحة وهناك مرتاحاً كونه أن البلاستيك تدويره في الجهاز فإنكم أديته جزء من الدور أيضاً التبريد جيداً وقارئ البصمة شيء إيجابي يحسب لهذا الجهاز الأشياء التي تمنتها تكون أفضل هي أن يكون هناك منافذ فعلية لنفس الكروت من الجهاز أيضاً عندما نتحدث عن منافذ USB Type-C لا يوجد إلا واحد موجود على الجهاز فمع التطور الذي حدث أخر كم سنة المفروض هي لأكثر وليس الـ 3.2 من الـ Type-A أيضاً من ناحية الصوت فالسبيكرات كانت تستطيع تكون بجودة أفضل بكثير أيضاً ايسر جابوا هذا الجهاز وتفاصيلوا إذا أردتم تجدوه في المملكة ستجدوه موجود عندكم في نفس الوصف أيضاً شيء يجب أن أقوله بكل بساطة دائماً قيموا احتياجاتكم والله يبارك ويبارك لكم يا رب العالمين ايسر وكل الشركات على اللابتوبات ترى عندها فئات مختلفة من باب التذكير تجدو الفئات العليا في الخصائص تجدو الفئات المتوسطة وتجدو الفئات العامة التي تنتشر بشكل كبير أخذكم لأحد الفئات لا يعني أنكم ترتقوا أو أن تنزلوا بنفس الارتقاء من ناحية الفئات بل أنكم أخذتوا جهاز يناسب احتياجاتكم الشيء الذي تعطوه من فلوس تعبتوا عليها نفس الشركات هذا استثمار فأحصلوا على استثمار الأنسب لكم وليس دائما نأخذ أحسن جهاز نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستفر كأتوب إليك وأشوفكم مع منتجات أكثر وتابعوني والله قوي نوي قويكم يارا